وصل الدولي البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية باترياركا الكرزة المرقصية إلى القاهرة قادما من أديسة بابا بعد زيارة لإسيوبيا استغرقت خمسة أيام التقى خلالها الأنباء متياز باترياركا إسيوبيا وعددا من الشخصيات العامة والمسؤولين كما ظهر عددا من الكتدرائيات والأماكن التاريخية وأكد البابا توادروس خلال كلمته بالاحتفال في كنيسة السالوس المقدس أن نهر النيل يحمل الخير والنماء للجميع مشيرا إلى دور الخبراء ومهندسي الرأي وكذلك القيادة السياسية الحكيمة لدى البلدين في احتواء أي خلاف قد يتعلق بسد نهضة